طيب مين حكم مباراة القمة يوم 21 من الشهر الجاري؟ مين الحكم؟ حتى هذه اللحظة لم يعلن الاتحاد المصري أو لجنة الحكام المصرية عن اسم الحكم لكن أنا هقول لكم النهاردة كان فيه اتصال وفيه موافقة مبدئية مع الإيطالي دانيالي راستو واحد من الحكام الكبار في إيطاليا حكم من حكام الصف الأول في إيطاليا وحكم هيبقى موجود في كأس العالم 2022 في قطر حكم كبير جدا فيه موافقة مبدئية ولكن لسه الأمور لم تحسن ولكن هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهل والزمالك في نهاية كاس مصر تعالوا أقول لكم شوية معلومات عنه دانيالي أرساتو الحكم الإيطالي جنسيتو إيطالي زي ما قلت لكم العمر 45 سنة موليد 23 نوفمبر 1975 البداية لا 75 يبقى أكبر من كده يا جماعة شوية بقى 47 بقى هنا صغرناه شوية 47 سنة البداية كانت فيه 1993 أول مباراة في الدول الإيطالي كانت 12-12-2006 أدار 526 مباراة خلال مسيرتو أشهر خلالهم 2518 بطاقة صفراء و 63 بطاقة حمراء مباشرة و 75 بطاقة حمراء بعد إنزارين واحتسب 138 راكلت جزاء لم يصبك لو إدارة أي مباريات في بطولة كأس العالم لكنها أدار ثلاث مباريات في تصفية أوروبا المؤهلة لمونديال 2014 ولقاء فاصل مؤهل لمونديال 2018 بين أستراليا والهندروس زي ما أتركه هيبقى موجود في كاسة عام 2022 أدار نهاية كأس إيطاليا 3 تأمارات 2012-2013 بين روما و لاتسيو أشهر تمام بطاقات صفراء و طرد وحيد 2013-2014 بين فورنتينا و نابولي وأشهر ست بطاقات صفراء و طرد وحيد و 2014-2015 بين لاتسيو و يوفينتوس وأشهر خمس بطاقات صفراء أدار 42 مباراة في دورة أبطال أوروبا أشهر فيهم 192 بطاقات صفراء و 7 قروط حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء أشهر مباراة في دورة الأبطال نهاية 2020 بين باير ميونيخ و بريس سان جرمان في ربع نهاية دورة الأبطال 2021 بين باير ميونيخ و بريس سان جرمان نصف نهاية 2021 بين شلسي و ريال مدريد نصف نهاية 2022 بين منشستر سيتي و ريال مدريد السلام عليكم سبق لها إدارة مباراة واحدة في الدورة السعودي يوم 16 مايو 2017 بين الهلال و الشباب أشهر فيها بطاقة صفراء و حيدة واحتسب ركلة جزاء في 30 ينايو 2021 أدار نهاية كأس السوبر السعودي بين النصر و الهلال وأشهر خلاله خمس بطاقات صفراء أدار مباراة في الدورة القطري يوم 11 ديسمبر 2018 بين السد و الدحيل وأشهر فيها 4 بطاقات صفراء و احتسب ركلة جزاء وأدار 3 مباراة في يوليو 2020 أشهر خلالهم ده طبعا في الدورة القطري أشهر خلالهم 14 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة و احتسب ركلة جزاء حكم كبير جدا حكم بيسي بي رائع لو نجحت لجنة الحكام في استكتابه لمواجهة القمة مواجهة الدربي في نهاية كأس مصر يوم 21 يوليو هتبقى حاجة عظيمة جدا جدا موسيقى موسيقى